رسمت سهرة عيد الربيع الصيني التي بثتها مجموعة صيني للأعلام معالم المعرفة والثقافة لكل شعوب الأرض التي تابعت هذه السهرة وعبر مواطنون وخبراء فلسطينيون عن انبهارهم بفعاليات وفقرات هذه السهرة التي وصفوها بالمميزة فعاليات وفقرات جاذبة تحكي أهمية المناسبة ذات الاهتمام الكبير بما تحويه من إبداع وتميز لفت وجذب انتباه المتابعين لسهرة عيد الربيع الصيني التي بثتها مجموعة الصيني للإعلام كانت الحفل مميز بسعادة غامرة وأيضا كانت في تجميع أدة مناطق للبث المباشر لأكثر من منطقة في نفس الوقت وهذا كان مميزا للغاية بحيث أنه يقدم أشياء مميزة من منطقة معينة ومن منطقة أخرى فلذلك كان في تنوء كبير جدا هذه المرة في الحفل كثير مهم أنه يتبث سهرة عيد الربيع لأنه كثير بيشوفوا ثقافة مختلفة خاصة في الدول العربية ما عندهم كثير خلفية عن ثقافة الصينية الرقي الذي تضمنته فقرات سهرة عيد الربيع الصيني من ثقافة وفن وتراث وحضارة وتكنولوجي وابتكار جعلت المتابعة لتلك السهرة يرى مدى دقة الجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل الاحتفالات هذه العام تميزا عظيما في جمهورية الصين الشعبية سواء على مستوى المشاركات الشعبية ومشاركات الحكومة ومشاركات كافة القطاعات الصينية بما فيها القطاعات الشبابية والقطاعات الإعلامية والفنية وكذلك القطاعات الرياضية وكمان كان فيه عن التكنولوجيا كان فيه برضو الرأس اللي كتير رائع عن ثقافة الصينية يعني اللي بيحضروا بيستمتع فيه من كل الجهات إشي يعني إذا بدوا عن الثقافة عن اللغة عن الرأس طبعهم كان فيها دول الأطفال اللي لابسين أرانب كتير كان رائع المضامين والمفاهيم التي تحملها سهرة عيد الربيع الصيني بما تحمله من لوحات النيجمالية تعبر عن عراقة الحضارة الصينية وتقدمها يتم العمل على تعريف المجتمع الفلسطيني بها عبر منصات التواصل الاجتماعي نحن سعداء جدا بهذه العروض المميزة ودائما نقوم بعمل ترويج لهذه أيضا الحفلة من خلال جمعية الصداقة الصينية الفلسطينية نرسلها لجميع أصدقائنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدتها ومشاركة الصين هذه الفرحة الكبيرة مجموعة الصين للإعلام التي تبثوا الاحتفالات العيد الربيع الصيني هذا يندل على شيء يدل على أن الإعلام ومجموعة الإعلام تهتم جديا وتهتم بقوة من أجل بث ونشر الاحتفالات الصينية والثقافة الصينية إلى كاف الدول العالمية التنوع الذي ظهر في صهرة عيد الربيع الصيني والذي بثته مجموعة الصين للإعلام كان لافتا للانتباه لكل المتابعين بما شاهدوه من تنوع حضاري وثقافي وإبداع وتميز كما هي العادة التي تقدمها في مثل هذه الصهرات محمد الصانوري سي جتيان العربية الطيري